لما نتكلم عن أبل نتكلم عن آيفون، آيباد أو ساعة لكن اليوم بتكلم عن شي مختلف تماماً وأشوف أنها أفضل خدمة ومنتج جربته في 2022 وهو تطبيق أبل فتنس بلس معاكم بدر منصور واليوم بعطيكم تجربتي لخدمة أبل فتنس بلس واللي حرفياً غيرت حياتي قبل الجائحة أغلب الناس وأنا منهم كنا نروح النادي والأمور تمام لكن بعد الجائحة صار إجباري نجلس بالبيت ولازم ألاقي شي بديل وجربت تماريني اليوتيوب وكانت جداً مملة لدرجة 10 دقائق ما أقدر أكملها تمارين مكررة، موسيقى قديمة، جودة عادية ولما رجعت الحيال طبيعتها جربت أرجع للنادي ثاني مرة لكن ما قدرت أتأقلم مع الوضع الجديد اللي لازم تحجز فيه موعد وأجهزة كلها معاقمات وبصراحة سدت نفسي وقتها أبل أطلقت تطبيق فتنس بلس في بعض الدول العربية ومنها السعودية وبصراحة ما جت في بالي أن أجربها ولكن جاي يوم وقلت خليني أجرب ماني خسران شي ومن بعدها ما تركت التطبيق ولا تركت الرياضة أول شي تطبيق فتنس بلس يشتغل على الآيفون أو الآيباد أو الأبل تيبي والشي الحلو أن أول كان شرط يكون عندك ساعة أبل عشان تقدر تشترك بالخدمة وتستفيد من هذه الميزة ولكن مع تحديث أيوز 16.1 صار بإمكانك تشترك بالخدمة وتستفيد منها حتى لو ما عندك ساعة أبل وهذا الشي ممتاز جدا ومثل ما قلت تقدر تستخدم التطبيق بالآيفون أو الآيباد أو الآبل تيبي لكن أنا شخصيا أفضل الآبل تيبي لأن الشاشة تكون كبيرة وواضحة نيجي الحين للتطبيق لما تفتح التطبيق على الآبل تيبي تجيك أسماء الحسابات اللي فيه وتختار حسابك عشان تبدأ ويجيك تنبيه بالساعة أو الآيفون وتسوي اتصال والحلو أن التطبيق يدعم القوائم باللغة العربية ومصمم بحيث أنك تلقى كل شي ناسبك من ناحية التمارين وفيه 3000 فيديو رياضة مختلفة وكلها متنوعة وتقدر ترتب لنفسك جدول خاص فيك وأيضا فيه قوائم خاصة للأشخاص المبتدئين أو الناس الكبار بالسن أو النساء الحوامل وممكن بالبداية تحس الموضوع شوي ملخبط عندك لكن مع الوقت والاستخدام بيسهل عليك كل شي وعندك تمارين للحديد وتمارين كارديو ودراجة ويوغا وتجديف ورقس وبيلاتس طبعا أنا اليوغا جربتها مرة واحدة وما رجعت لها ثاني وبصراحة ما عجبتني وصرت مركز أكثر شي على الحديد والدراجة والبيلاتس والبطن ومن داخل التطبيق سواء بالآيفون أو الآيباد أو حتى الأبل تيفي تقدر تختار نوع التمرين والمدرب والمدة وحتى تقدر تختار نوع الموسيقى اللي جاية على بالك واللي عجبني أن كل المدربين رهيبين وإيجابيين ويعطوك فعلا طاقة إيجابية وحماسة أنك تستمر بالتمرين وقبل ما تبدأ التمرين تقدر تشوف بعض المعلومات عن التمرين وممكن تشوف فيديو قصير عنه وإذا ناسبك تدخل عليه وخلال التمرين هنا بتشوف نبضات القلب والسعرات اللي تحرقها وفيه شريط بالأسفل يوريك مستواك ونواصل مقارنة بالناس اللي سووا نفس التمرين وممكن يكون حافز عشان تشد حيلك أكثر بالتمرين وتتعداهم وبالجهة الثانية بتشوف هذه الدوائر الأحمر حق إجمال السعرات اللي حركتها والأخضر مدة التمرين والأزرق المدة اللي كنت واقف فيها طول اليوم ولما تقفل كل دائرة خلال التمرين يطلع لك إنيميشن جميل زي كذا عشان يقول لك أنك قفلت الدائرة حقه اليوم ووقت التمرين تلاقي ثلاثة شخاص يتمرنوا قدامك وإذا أنت شخص مبتدأ أو ما تبغى تنط وتبذل مجهودة عالي حطي لك باليسار شخص يسوي نفس التمرين بالضبط لكن بشكل خفيف وبسيط عشان يسهل عليك التمرين وتكمل وإنت مرتاح وما تحس أن التمرين صعبة وتوقف وتطفش وهذه الإضافة ممتازة جدا وفادتني كثير بالبدايات لأنك كنت تتمرن مع الكابتن الأساسي وإذا حسيت نفسي تعبت كملت مع الشخص اللي على اليسار يعني معطينك أكثر من خيار وقت التمرين وهذا الشي بطل بصراحة طبعا تمرين الحديد يستخدموا فيها الدنابل فقط وتقدر تختار تبغى تمرين الجزء العلوي أو السفلي أو كامل الجسم وتقدر تتمرن بدون دنابل فقط بوزن الجسم يعني شوف إيش اللي يناسبك واختاره وسوي وفيه تمرين للتأمل وبصراحة جربتها مرة واحدة وما كررتها بس ممكن تفيد الناس اللي يفضلوا هالنوع من الجلسات والحلو أيضا أن فيه فيديوهات تمرين قصيرة يعني في حال كنت تبغى تتمرن تمرين سريع وما يأخذ من وقتك بتلاقي طلبك وهذا الشي يخليك مستمر بجدولك وإذا كنت حاب تطلع تمشي خارج البيت ومعاك ساعة أبل فيه خاصية اسمها Time to Walk وهذه الخاصية مثل البودكاست يعني تقدر تمشي وتسمع قصص إيجابية بأصوات المشاهير مشاهير غناء تمثيل ورياضة والقصص اللي تسمعها خلال المشي بين 20 إلى 40 دقيقة لكن للأسف كلهم أجانب وما في عرب حاليا ومثل ما قلت حاليا تقدر تستخدم التطبيق بدون ساعة أبل لكن لو استخدمت الساعة بتكون تجربتك أفضل وأدق لأن الساعة تقيس علاماتك الحيوية مثل نبض القلب وتوريك السعرات الحرارية اللي تحرقها أيضا وقت التمرين وهذا الشي يفيدني كثير وقت التمرين بحيث أعرف هل أنا جالس أبذل مجهود كافي أو أحتاج أزيد الجهد أكثر عشان أحرق سعرات أكثر واللي عجبني كثير تناغم أجهزة أبل مع النظام يعني تقدر تسوي إيقاف للتمرين من خلال الساعة مباشرة أو إذا كنت تستخدم سماعة أبل إذا شلتها من الأذن يوقف المقطع أو ممكن تستخدم الريموت وهذا التناغم رهيب ومعروف بين أجهزة أبل طيب السؤال اللي يشغل بال الجميع الآن بما أن التطبيق مدفوع هل يستاهل الفلوس؟ بصراحة وبالنسبة لي يستاهلوا بقوة لأن التمرين كثير ومتنوع وكل أسبوع يضيفوا تمرين جديدة فما راح تميل من تكرار التمرين وعندك مدربين كثير وأغلبهم رهيبين وأنا شخصيا صرت أفضل كال وكريغ وجيمي راي حاليا لو حبيت تجرب التطبيق أبل بتعطيك ثلاثة شهور مجانية إذا شاريت آيفون أو ساعة أو أبل تي في جديد وتتمرن بأي مكان يعجبك بالبيت أو أثناء السفر أو حتى بالنادي إذا تتمرن على الدراجة أو السير وغيره وأنصحك بقوة تستخدم ساعة أبل عشان تحصل على تجربة متكاملة لأن بعض الناس اللي عندهم بعض المشاكل الصحية يحتاج يعرف نبضات قلبه خلال التمرين والحد الأقصى والأدنى وما يتعدى ويكون بالسليم اللي أشوفه ناقص بالتطبيق حاليا أنه ما زال ما يدعم ترجمة عربية إلى الآن وأتمنى أن أبل تضيف الترجمة قريب للمنصة والشيء الثاني أن ما فيه إمكانية أنك تمشي أو تقدم أو ترجع المقطع ويليت أبل ليعطوا حرية للمستخدم بهذا الشيء بالختام صدقني هذا مو إعلان لكن فعلا هذه المنصة فادتني شخصيا وحبيت أشارككم تجربتي بالذات أني ما حصلت أحد عربي باليوتيوب يتكلم عن هذه المنصة وأنصح أي أحد يواجه صعوبة بأنه يروح النادي أو ما عنده وقت أو يميل بسرعة من تمارين البيت أنه يجرب هذا التطبيق على الأقل خلال المدة المجانية وبعدها يقرر بنفسه هل يحتاج أنه يشترك بالخدمة أو لا